أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بجهود سمو الشيخ نورة بن حمد آل خليفة قائد فريق الفرسان عبر رعاية مسابقة أفضل حالة جواد في سباق افتتاح الموسم الدولي لمسافة مائة ومائة وعشرين كيلومتر دولي وأكد سموه أن هذه الجائزة تعتبر مثالية وتؤكد حرص سموها على دعم الاستبلات والفرسان والمساهمة في مواصلة ازدهار رياضة القدرة البحرينية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الجائزة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للفروسية وسباقات القدرة سيكون لها مردود إيجابي على المنافسة القوية وحرص الفرسان والاستبلات على سلامة الجياد بعد ختام المراحل إضافة إلى أنها ستعطي المدربين والفرسان دافعا كبيرا في تقديم خبراتهم الفنية من أجل الحصول على الجائزة وأعرب سموه عن سعادته بمواصلة تسجيل أرقام عالية من المشاركين في سباقات القدرة وهو دلالة على تطور هذه الرياضة العريقة وسيرها بخط ثابتة نحو مواصلة الازدهار مبينا سموه إلى أن دخول وجوه جديد من الفرسان الشباب يعتبر أحد الأهداف التي وضعها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة عبر تهيئة الأجواء المثالية للفرسان الشباب وشهدت قرية البحرين الدولية للقدرة منافسة قوية في سباقي أربعين وثمانين كيلو مترا تأهلي محلي وسط مشاركة واسعة وكبيرة من الاستبلات والفرسان وأقيم في قرية راس البر الجديدة للقدرة الفحص البيطاري لسباقي مسافة مائة ومائة وعشرين كيلو متر دولي بمشاركة واسعة من الفرسان كما تم ترقيم الجياد ووزن الفرسان من جانبه ستكون الأنظار شاخصة نحو قرية راس البر الجديدة التي ستحتضن انطلاق سباقي مائة ومائة وعشرين كيلو متر دولي والتي ستشهد الانطلاق من القرية الجديدة بعد تتشينها بحسب متطلبات الاتحاد الدولي للفروسية حيث سيشهد مشاركة واسعة من الاستبلات والفرسان الذين يأملون في الصعود على منصة التدويج والحصول على دافع معنوي كبير قبل بطولة العيد الوطني القادم في ديسمبر القادم